أهلا وسهلا بكم توقعات العرافة اليهودية للأيام اللي احنا فيها أو للعام الجديد اللي تنبأت بمقتل عدة رؤساء سابقين زي عبدالله صالح وزي صدام حسين وزي قزافي وتوقعت بزوال عدة رؤساء من مناصبهم توقعات العرافة اليهودية بالذات هنقولها عن الوطن العربي وعن اليمن في الأول الأخير بتمنى لو أول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفايل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد وبتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش بالدعم باللايك وفي الأول الأخير بنقول إن لا يعلم الغيب إلا الله وحده علام الغيوب ولكن أنتوا بتحبوا التوقعات وبتطلبوها وفي مننا بيحب يتطلع على المستقبل ويعرف هل الأحداث دي فعلا هم صادقين هتحصل ولا مش هتحصل دايما إحنا بنحب نعرف المستخبي وكلنا بنؤمن طبعا في الأول والأخير أن لا يعلم الغيب إلا الله وحده بتقول إنها هيكون في زوال أحكام وقوانين وحكومات وبتتكلم عن اليمن بالذات لأنها بتعيش فيها بتقول هيبقى فيها حروب وانقسامات زي ما قال اللي هو العراف الفتى الهندي وإيران بجيشها هتكون داخل اليمن والحرب العظمى قد بدأت بتقول إن النهاية مش متوقفة لليمن الخسار الأكبر هتكون في أمريكا وانقسامات تلك الدول انقسامات في أمريكا وانقسمت فعلا من 2020 بتقول هي أصلا ما بقاش لها وجود وما بقيتش هي المهيمنة على العالم من 2020 وطبعا فعلا كلنا لاحظنا إن هيار تم في أمريكا وهيمنتها على العالم وفي يعني اقتصادها بالذات وبتقول إن أمريكا أصلا اللي بيحكمها دلوقتي هو شعبها وده مش هيفضل كتير قصرتها هتيجي من الداخل قبل الخارج والشتاء ده هيكسر دهر الدول ويعني الشتاء هيجي صعبة جدا على العالم كله وهيكسر دهر الدول وقزمة الوقود هتتفشى في الوطن العربي والأوروبي وعائلات هيأكلها البرد وما فيش ليها مجيب مصير الدول العربية البعض هياخد الدوق من ضلام دول أخرى إن في دول بتستفيد من حروب ويعني الفقر اللي في دول تانية وهي بتاخد من خيرها وبتطلع عليها أو على حسابها وفي دول تانية بتسيطر على دول حتى لو كان بدون استعمار ولكن استعمار له أشكال مختلفة وإن في دول كبيرة بتستغل ضعف الدول التانية وبتاخد خيرها وبتقول إن في قيادات كبيرة أو حكومات أو رؤساء بخائنة وبتسرق شعوبها وده على الملأ وإن الفضائح ممكن تنكشف على العكس وإن في رئيس دولة هيتم استدعائه أو هيتم تهمته بالخيانة وإنه بيدرب جاره في ظهره بتقول السعودية على مفترق طرقه الملك القادم هم كلهم كده بيجمعوا على إن في ملك قادم جديد الملك القادم هو اللي هيجلي بالخير ولكن هيكون ديكتاتوري أيضا الخوف على الأمراء المحبوسين مش زي الأمراء اللي في الخارج اللي في الخارج هما الخوف عليهم أكتر من المحبوسين يعني بتقول إن الخوف مش على الأمراء المحبوسين في السعودية لا الخوف على الأمراء اللي هما لسه في الخارج وإن في تغيير هيكون في الملك وإن في مفترق طرق هيحصل في السعودية وإن في ملك جديد هيجي ولكن أيضا هيكون ديكتاتوري وأن الكويت هتعاني من ضربة هتهزها في الداخل والمياه هتغرق الشوارع ومناطقها بأكملها وفي مناطق هتبقى خالية من الحياة ومصدر الضربة هيكون الخان الأعظم والطبيعة هتكمل اللي بدأه عن فلسطين بتقول الحق دايماً هنتصر في النهاية وأن هيكون فيه تغيرات في الحكم العيدة الدول وأن فيه أربع رؤساء هي من العام اللي فات وهي بتقول الكلام ده أن من بداية 2022 وهي بتقول القصة دي أن فيه أربع رؤساء هيموتوا فيه أربع رؤساء هيموتوا واحد منهم هيتم اختياله والتاني هيتنازل عن الحكم يعني فيه أربع هيتم هيختفوا من الحكم فيه اتنين بتقول حسب كلامها هيموتوا اتنين حكام عرب هيموتوا واحد هيتم اختياله والتاني هو اللي هيتنازل عن الحكم بقراطته ومش هيبقى الأربع موجودين على سدة الحكم وأن فيه تغيرات في الحكم العيدة الدول هتشمل أربع رؤساء وأن البحر هيهيج على دول شمال أفريقيا بعد زلزال كبير جدا وأمواجه هتكون يعني في أوروبا أعظم وأقوى هتمثل عندهم الخراب أكتر ولكن هيطلن منه برضو أضرار بس مش كبيرة يعني الأمر مش هيكون جلل في الدول العربية هيكون هادي ولكن هو هيكون كبير في أوروبا في دول هتزدهر على رماد السوار وهنرى طائرات مصرية بتحوم حول السد النهضة والمفاوضات هتبقى بأمر من إسرائيل وبتحذر من الطبيعة لأنها هتغدر بالبشر والطبيعة هتكون خينة جدا في طبعا عام 2022-2023 والخوف على البشر من الحروب البولوجية هيكون أكبر خوف وهيتم فعلا بالهجوم على بعض الدول وفي أسيا هيتم تفكيك دول علشان تعمل التحاد ضد الصين ولكن الصين هتخدها في صفها وتضمها مرة تانية أستراليا في الأعوام القادمة هيتم فيها بناء مكان لاحتواء الناس وحمايتها من الضربات النووية والإشعاعات يعني على مستوى العالم كله هيعمله مكان في أستراليا يقي من الأمراض البولوجية وهيكون مكان كبير للشخصيات المهمة أنها تختبئ فيه وهي خايفة من تضامن الصين وكوريا معا لأنه ممكن يمثله يعني شيء ضد أمريكا وضد إسرائيل بالذات وبالذات بتقول أن هي خايفة من رئيس كوريا لو اجتمع مع الصين لأنه هو أصلا مجنون وبيشعر دايما أنه الأعظم والأفضل وإيران طبعا ممكن تنضم كمان معاهم وديها تكون كرسة كبيرة لأمريكا وللعالم وطبعا لأن قران نفسها تحقق الخلافة الإسلامية وهي بترى أنه لازم يكون في إيدها الحكم من زمان وهي خايفة منهم بتحذر منهم لأن لو اجتمعوا ممكن يعملوا ببساطة هجوم نووي في الأول والأخير لا يعلم الغيب إلا الله هي تنبأت بمقتل صدام حسين وقالت إنه لو ما تنزلش عن الموقف اللي هو بيعمله هيتم قتله وقالت لعبدالله صالح عن قصة الجامع اللي هو كان في مدينة صنعاء في اليمن وكان بيحمل اسمه أو اسم قابلته قالت له لو تم بنائه هيتم هدم حكمك واختفائه وهي تنبأت بموت قذافي وتنبأت بموت عدة رؤساء عرب وبضياع الحكم منهم ولكن في الأول والأخير طبعا العلم عند الله وحده لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر